اشتركوا في القناة سبحان الله كل جزء من اجزاء القرآن فيه ايات كثيرة تتحدث عن معجزات كونية وعلمية وطبية ونفسية وتشريعية اليوم الجزء الاول من القرآن الكريم فيه ايات عظيمة يعني هو يتضمن الفاتحة وقسم من سورة البقرة فيه اي عظيمة الله تبارك وتعالى يقول فيها الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا سبحان الله الارض فراشا والسماء بناءا عندما نتأمل ايات السماء في القرآن الكريم لا نجد ان القرآن يستخدم كلمة فضاء ابدا لان العلماء قديما كانوا يظنون ان الكون عبارة عن فضاء ولكن تبين حديثا ان كل يعني جزء صغير بحجم الذرة من اجزاء هذا الكون مشغول اما بالمادة او الطاقة لذلك اطلقوا عليه اسم البناء الكوني وسبحان الله يأتي العلم مصدقا ومطابقا لكلام الله عز وجل الذي قال والسماء بناءا هناك آية ثانية ايضا تنتقل بنا الى عالم الحشرات عالم عجيب جدا يعني من اعظم المخلوقات من عجائب الخلق مخلوق صغير جدا هو البعوضة الله تعالى يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اكتشف العالم ان هناك كائنات اصغر من البعوضة تعيش فوقها سبحان الله واكتشف العلم ايضا ان هذه البعوضة لها تقنيات معقدة جدا في الطيران تتفوق على اي جهاز اخترعه البشر وحتى الان لا يزال العلماء يكشفون اسرار هذه البعوضة سبحان الله هذا كله في الجزء الاول هناك طبعا ايات كثيرة يعني مثلا الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين سبحان الله هذه وصفة علاجية لامراض العصر الصبر والصلاة نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وإياكم بهذا العلم وإلى لقاء اخر ان شاء الله نتأمل بعض من ايات الاعجاز العلمي في الجزء الثاني من القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته